أبو زايد اليوم يعني وجود أسماء كبيرة مناوسات مختلفة رؤوس أموال تتجه إلى قطاع الابل سواء على مستوى الشركات أو أيضا على مستوى قتناء الابل وتطوير الانتاج وكيف تشوفها أنت أننا نتكلم عن الابل وتطويرها نعم أنا أتمشى الصبح اليوم في النادي نعم فيها فكار تعديت أصابع يديني وأنا أعد وضم وعد منها أفكار أديدة لو تحط لك منتجة أنا متأكد أن الشيخ فهد لو يأتي رجل له بيحط له منتجة هنا أنه لا يقصر معه نهائيا وتصير البيئة بيئة ناقة حتى يمكن الملاك نفسهم يبغى الضيوف يبغى الناس تأتي وفود من برة مستثمرين جايين تذكر على مدار العام أبو زايد؟ أنا أحب أؤكد لك شيء أبو سلمان جع رب يطول عمره آمين هذا المنتجة وهذا اليوم حنا نتناقش فيه ترى سابقنا فيه ويضعه يعني من ضمن ملفاته اللي قطعت شوت كبير والله فيه خدان هنا أتمشى فيها اليوم على الرجليني أنا متأكد أن لو أقدم على النادي أنه يمكن بعد ما يأخذ مني مبدئيا أي شيء يقول نفذ واربح وبعدين تفاهم منتجع بسيط وجميل وله لمسات نجدية نسرع يعني طيبة تخاكي تراث وتراثي في نفس الوقت يعطيك طابع المهرجان ويعطيك طابع أنك أنت تعيش الدور هذا حتى لو أنك متفرج يعني أنت يا أبو عارف من غير يعني كسرون في الربع لو يجيك ضيوف يبونك بتسكنهم في منطقة لكن لو ترقالك منجدع هنا جاهز ببيت شعر على شكل خيمة ولمثل منتجعات الخليجية اللي نشوفها هنا وندفع فيها ناخذ لنا ليلة عشر تالاف ريال وخمس تالاف ريال جميل أبو زايد طيب إحنا اليوم أنت طالب بمنتجعات تراثية أنا طالب من التجار نعم واليوم عبدالله السباعي بادر بيطلاك صحيح في جميل جدا كان عندي ضيوف اليوم مريت الأوتيل وخذيت اللي يكفيهم جميل جدا لكن ترى البنادن طمع شوي وده بالزيل وحكامنا وشيخ فهد بن حذرين قصر معنا اللي أعطيناها لأفكارها الجميلة اللي تجذب اللي بيت طيب صحيح